أعلنت القوات الأوكرانية والروسية استمرار المعارك العنيفة لسيطرة على وسط مدينة بخموت في شرق أوكرانيا والتي تحاول موسكو سيطر عليها منذ الصيف ومتكبدها خسائر فادحة وعقال الرئيس فلودمير زلينسكي أن كبار القادة العسكريين الأوكرانيين يفضلون الدفاع عن القطاع الذي يضم مدينة بخموت في شرق أوكرانيا وإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية وعقال زلينسكي في خطابه التركيز الأساسي كان على بخموت وأضاف كان هناك موقف واضح للقيادة بأكملها وهو تعزيز هذا القطاع وتدمير المحتلين إلى الحد الأقصى فيما تهمت أوكرانيا روسيا بالسعي إلى توسيع النزاع في أوكرانيا ليشمل أطرافا أخرى بعد حادث بين مقاتلتين روسيتين ومسيرة أمريكية فوق البحر الأسود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر